منال السورية شابة من سوريا ذات قدرات فريدة في عالم الغناء شاركت ذات مرة في إحدى الفعاليات لتثير حالة جدل كبيرة بين السوريين في الخارج وفي فرنسا بعد أن غنت بالحجاب وقررت خلعه فما قصة هذه الفتاة؟ كانت مجرد مشاركة عادية لتصبح واحدة من أكبر نجمات النسخة الفرنسية من برنامج The Voice بمجرد إطلالتها على المسرح تعالى تصفيق جميع الحاضرين لكنهم لم يتوقعوا أن تكون هذه السورية بذلك المستوى من الآداء الذي لم يصل إليه أي من المتسابقين في البرنامج منال البالغة الآن من العمر 28 عاما شاركت في أحد مواسم المسابقة وقررت أن تؤدي فقرتها في البرنامج باللغة العربية نجاح منال أبهر مدربها اللبناني الأصل ميكا الذي خضعت لتدريبات متواصلة على يديه حتى وصلت إلى ذلك المستوى أعضاء لجان التحكيم أنفسهم بدأوا التصفيق المتواصل لمنال لم يكن أعضاء اللجنة يتوقعون ذلك المستوى المبهر من تلك العربية على غير التوقعات كانت عائلة منال أولى المشجعين لها للالتحاق بالمسابقة بعد أن ظهرت موهبتها في مجال الغناء في مرحلة عمرية مبكرة ولقد كانت العائلة على علم بالتحفظات المحتملة على مشاركتها في المسابقات والبرامج المعنية بالغناء بسبب تمسك منال بحجابها منال قررت أن توصل تطوير موهبتها وقررت أن تنحي تحفظات الآخرين على مسألة حجابها جانبا يتعتبر الغناء موهبة ولا يوجد أدنى سبب لمن يتحفظون على مشاركتها في مثل هذه المسابقات وحينما اعتلت المسرح بدأت منال أداءها الخاص بأغنية هاليليويا كانت هذه المشاركة بالنسبة للجان التحكيم أداء مبهرا لكنها بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي كانت مصدرا للجدل المتواصل الإعلام الأوروبي صلت الأضواء على موهبة منال حتى تناولت قصتها شبكة يورو نيوز وأطلت على شاشة التلفزيون الفرنسي بحجابها لكن بعض أصحاب الأفكار الرافضة للحجاب في الداخل الفرنسي أظهرت نوايا غير طيبة حول مشاركة الفتاة السورية في برنامج يمتلك رصيدا كبيرا من الجماهيرية وبدأت تساؤلات الرافضين للمظهر الإسلامي في فرنسا حول أسباب قبول تلك السورية في المسابقة وصل الموقف الرافض لمنال إلى دعوات يدعمها أصحاب الأفكار الرافضة للإسلام في أوروبا أنهم تبنوا موقفا مطالبا بمقاطعة الفتاة السورية لمجرد ظهورها بالحجاب لكن ذلك الرفض والجدل المتواصل نجحت منال في استثماره جيدا لصالحها وبدأ المعارضون لها من دون قصد الترويج لحسابتها على مواقع التواصل التي تزايد متابعوها إلى الآلاف منال تركت المؤيدين لها والمعارضين وحققت معادلة توازن رائعة بين تطوير موهبتها وبين استكمال الدراسات العليا في اللغة الإنجليزية لكن ولأن الجدل لازم حياة تلك الشابة السورية قررت خلع الحجاب بعد ذلك لتطالها انتقادات الجميع هي من قبل غنت بالحجاب وها هي تنزعه لكنها خرجت بعد ذلك ببيان مسجل تقول فيها إنها لا تريد أن تختزل في مظهرها ورات أن الكيل طفح من تلك الصورة فما رأيك في قرار منال السورية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر